بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ما سائق ما هسائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد منشط حمد عيد عندي 22 سنة كنت في يوم في المدرسة في المدرسة كان فيه لوحة في الفصل مثلا مكتوب عليها قرآن فقلت آية كده فالكل فضل يقول بقى صوتك وصوتك ومن هنا بدأت بقى أهتم شوية وبدأت أعرض الموهبة على السوشيال ميديا والحمد لله يعني فيه قبول من الناس وكتب يعني بقى لك كم سنة؟ تعريبا سنة ونص سنة ونص بس اتشفت نصتك كوي طب وبعست من الفاتح لا ما كنتش بقى أكتر مثلا منشط الحب الإسماعلي ناس كتير أكتر واحد اتعلمت منه كتير بقى اتعلمت من القرارة بصراحة يعني عندنا مثلا الشيخ عبد القادر الأنوار مثلا الشيخ محمد الجزار مثلا محمد طارق منشط محمد طارق ألدلنا لي حاجة؟ لأنه شخصية من ذا كله محمد طارق؟ انت اسم محمد طارق؟ اسم محمد طارق ألدلنا لي حاجة؟ اه اه انا بتذكر لي حاجة بس لقو ممكن تقول اي حاجة يعني انت هعرفتها في انشاء انت حافظها ومقتها ماشي صلى الله على طه خير الخلق وأحلام صلى الله على طه خير الخلق وأحلام لعلي اراه افوز رضاه لعلي اراه افوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله افوز رضاه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة